عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال عليه الصلاة والسلام فمن ولو قال قائل هذا الحديث خبر أم إنشاء أعطيكم فائدة أولا ما هو الطلب مر معنا في النحو والبلاغيون يفرجون شيئا واحدا لكن ما مر معنا في النحو هو الإنشاء المعتد به عند البلاغيين خمسة أمر ونهي وتمني واستفهام ونداء وما عاد هذه الخمسة فهي خبرت هنا خبر أم طلب يمكن أن تعرف هذا السياق أو هذا النص هل هو خبر أم طلب من وجهيين أحدهم مر معنا خبر لما استيغة الاستفامة يتعلق بسؤال الصحابة ليس أنا بها علاقة نحن نتحدث عن المتابعة لتتبعون نسان من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دقلوا جحر ضب لدقلتموه هذا هو الشكم الذي نتحدث عنه وهذا ما أراد المصنف رحمه الله ما أراد ذكره فنقول هنا هو خبر لما لخلوه من أنواع الإنشاء الخمسة الأمر الثاني أنه مر معنا أن هذا خبر لماذا قلنا خبر؟ لأننا ذكرنا أنه مؤكد بثلاثة مؤكدات وهو خبر فنكاري وخرج عن الإنكار لإعتبار آخر ثم إنه خل من أنواع الإنشاء لكن هنا خبر والخبر قد يخرج عن أصله لإعتبارات أخرى وقد يبقى الأصل يبقى على ما هو عليه الخبر وخبر جاء زيد خبر لكن هنا هل بقي على أصله أم أنه خرج عن أصله إذن هذا الخبر لم يبقى على أصله فهو خبر في صورة الإنشاء وما هو هذا الإنشاء هو النهي فهو عليه الصلاة والسلام لا يريد إقرار الأمة على متابعة الأم السابقة وإنما أراد التحذير والنهي مثال ذلك مرت معنا شيئا كثيرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام أتقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل هل المراد منه الإقرار؟ تحذير والنهي عن التكاسل عن طلب العلم